تحت عنوان إنجازات المملكة في الاستعراض الدوري الشامل وأهداف التنمية المستدامة رضمت المملكة حدثا هاما بمقر الأمم المتحدة على هامش انعقاد المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان صلت الحدث الضوء على الممارسات والاستراتيجيات المثالية التي نجحت في دمج حقوق الإنسان في نسيج التنمية المستدامة ويتضح ذلك من رحلة المملكة في الإنجازات وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وفقا للمواثيق الدولية والمبادئ الوطنية تناول الخبراء المشاركون في الجلسة الإصلاحات والمبادرات الأخيرة في المملكة وشرح تأثيرها على التنمية المستدامة الشاملة ومساهمتها في المشهد العالمي لحقوق الإنسان إنجازات المملكة التي استعرضتها آلية المراجعة الدورية الشاملة هذا ما ناقشته الندوة الدولية على هامش مجلس حقوق الإنسان طاها يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جونيف